موسيقى قوات الرد العراقية تنهي مهامها بتحرير حي الشفاء في الشطر الأيمن من الموصل موسيقى قوات سوريا الديمقراطية تدخل الرقة للمرة الأولى من جهة الجنوب موسيقى الدول الأربع توافق على طلب الكويت وتمهل قطر 48 ساعة موسيقى أهلا بكم إلى نشرة أخبار اليوم أعلنت القوات العراقية المشتركة تحريرها كامل حي الشفاء الواقع شمال شرق مدينة الموصل القديمة من داعش وذكر قائد فرقة الرد السريع المكلفة بتحرير هذا الحي لأخبار الآن أن المهام التي تم تكلف قوته بها حررت هذه المنطقة التي انطلقت عملياتها بتزامن مع ابتحام جامع النور الكبير ويسام يوسف والتفاصيل بوادر النصر على داعش في الموصل تتكرر كل يوم تقريبا فبعد الاحتفال الذي شهده مكان جامع النوري الكبير بعد تحريره هم مقاتل فرقة الرد السريع العراقية يحتفلون بالنصر أيضا داخل المجمع الطبي في منطقة الشفاء الشمالية الموصل القديمة نبارك إلى كل العراقيين هذا النصر ونبارك إلى عوالي شهدائنا الأبرار اللي ضحوا بنفسهم في سبيل تحقيق هذا النصر إضافة إلى جرحان نتمنى لهم الشفاء العاجل إن شاء الله ونبارك لكل مقاتلين اللي بدلوا جهود كبيرة جدا في سبيل تطهير هذه المنطقة مبارك إلى أهل الموصل بالذات وإن شاء الله من نصر إلى نصر وإن شاء الله بساعات القليلة القادمة إن شاء الله سوف يتم إعلان تحرير أيمن الموصل إن شاء الله بالكامل مقاتل فرقة الرد السريع رفعوا الأعلام العراقية في كل مكان من هذه المنطقة احتفالا بانتهاء واجبهم الذي كانوا قد كله به بتحرير عدد من أحياء غربية الموصل حيث وصلت قطعاتهم إلى ضفة نهر دجلة بالقرب من الجسر الخامس وتوجد الكثير من العبوات والسيارات المفخخة اللي كانت معدة على قواتنا الأمنية لكن الحمد لله استطعنا أن نبطل مفعول العجلات والعبوات الموجودة مقاتلوا كتيبة الهندسة العسكرية بفرقة الرد السريع مزجوا من جانبهم بين فرحة النصر وجهود رفع العبوات الناسفة من البنايات التي وضعها مسلح داعش قبل القضاء عليهم من عجل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من رفع الأنقاض وإعادة الحياة ثانية إلى المجمع من هنا أبتدى وجود داعش بأرض الموصل وهنا أنتهى وجود داعش بأرض الموصل حاليا مثل ما جاي تلاحظ خلف كل مستشفى اللي تم تحرير هؤلاء الأبطال هنا أبطال الرد السريع اللي وقى الأول في فوج الأول بالتحديد جاي طهر ما تبقى من المجمع الطبي كان هذا المكان قد شهد آخر المعارك التي دارت بين القوات العراقية ومقاتل داعش قبل احتلالهم مدينة الموصل في حزيران سنة 2014 حيث فجر مسلحو التنظيم هنا سيارة فخخة على القوات العراقية ثم احتلوا المدينة بالكامل لكنهم اليوم قد انتهوا إلى غير رجعة انتهت ثلاث سنوات من احتلال داعش لمدينة الموصل شمال العراق كيف بدأت حكاية داعش في المدينة وكيف انتهت نطابعها في التقرير التالي في التاسع والعشرين من حزيران يونيو سنة 2014 يوم تاريخي لن ينساه العراقيون والعالم أجمع حين أعلن تنظيم داعش خلافته المزعومة في العراق وسوريا بزعامة أبي بكر البغدادية بعدها بأربعة أيام فقط اعتل البغدادي منبر جامع النور الكبير في الموصل وألقى خطبة استمرت نحو عشرين دقيقة اعتبر فيها تنصيبه إماما بأنه واجب على المسلمين قد ضيع لقرون على حد وصفه وفي ظاهر الأمر يتحمل هذا الزعيم وأتباعه المسؤولية التاريخية عن ضياع ثلثي العراق حين احتل مدينة الموصل في العشر من حزيران يونيو سنة 2014 ومنها الزحف إلى مدن ومحافظات أخرى في العراق وفي أول إجراء اتخذه التنظيم هو إطلاق صراح مئات المعتقلين المحكومين على ذمة قضايا أمنية في سجن بادوش الخاص بجرائم الإرهاب وفي سجون مراكز الشرطة في المدينة في بغداد عقد محافظ نينو حينها أثير النجيفي مؤتمرا صحفيا في اليوم نفسه أكد فيه سقوط محافظة نينو بأيد المسلحين بسبب ما وصفه بالهروب المفاجئ للقوات الأمنية الذي أدى إلى سقوط مواقع القيادة كافة ومخازن الأسلحة وكذلك المطار والسجون بأن بعض تلك الأجهزة الأمنية مشغولة بالأجندات السياسية والترويج لقياداتهم السياسية في بغداد أكثر من اهتمامهم بأمن المواطن وأمن المدينة وفي خطوة متأخرة دقت الحكومة العراقية والعالم نقوص الخطر وانطلقت صافرة الغارات الأمريكية في السابع من آب أغسطس ضد مواقع تنظيم داعش في العراق بعد كلمة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ما جرى في ثلاث سنوات جعل الموصل ثانية كبرى مدن العراق ونواحيها تحت بطش داعش الذي نجح في تخريب المدينة والنيل من تاريخها وحرق جامعاتها ومكتباتها وقتل من البشر ما لا يحصى عدده وتشريد مئات الألاف من العراقيين لكن وبعد ثلاث سنوات من بروزه خسرت نظيم مناطق احتلاله بعد معركة استمرت تسعة أشهر بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وتؤكد الحكومة في بغداد أن المدينة قد حررت بالكامل من هنا بدأت الحكاية وهنا انتهت وفي مدخلة مع أخباري الآن قال الخبير الأمني والعسكري العراقي العقيد ربيع الجواري أن معركة الشطر الأيمن من الموصل أكسبت القطعات العسكرية خبرة كبيرة للتهيئ للقتال في المعارك الأخرى خاصة معركة الحويجة والساحل الأيسر من الشرقات وضيفا أن الطبيعة الجغرافية للحويجة وتل عفر أسهل بكثير بالنسبة للقوات العراقية من الجانب الأيمن للموصل القطعات العسكرية اكتسبت خبرة كبيرة من المعارك في مدينة الموصل لأن هذه المدينة تتمتع بجغرافيا معينة مثل ما تعرفون الجانب الأيمن معقد بشكل كبير على عكس مدن العراق عموما سواء في قضاء تل عفر أو قضاء الحويجة أو المناطق الأخرى الموجودة بالعراق فأعتقد معركة الجانب الأيمن لمدينة الموصل أكسبت القطعات العسكرية خبرة كبيرة في التهيئ للقتال في المعارك الأخرى منها الحويجة والجانب الشرقي للشرقات وكذلك المناطق الموجودة في الأنبار وأعتقد أن المعارك في هذه المناطق ستكون بصورة أسهل من معركة الجانب الأيمن لمدينة الموصل يعني مثل ما تعرفون الجميع يعلم أن معركة الجانب الأيمن لمدينة الموصل هي الأصعب من جميع المعارك التي خاضها الجيش العراقي في جميع المدن التي احتلها تنظيم داعش وكانت يقارب 40% من مساحة العراق قتل 14 شخصا من بينهم ضابط شرطة وشرطي في تفجير انتحاري استهدف مخيما للنازحين غرب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار وقالت مصادر أمنية وطبية أن 13 آخرين أصيبوا من بينهم شرطيان من أفراد حماية المخيم هدد تنظيم داعش في مدينة تلعفر غرب الموصل بجلد كل من يتحدث عن موت زعيمه أبو بكر البغدادي 50 جلد وفق ما ذكر موقع السومرية نقلا عن مصادر في محافظة نينوى العراقية وفسر خبراء هذا التهديد إلى أن التنظيم يخشى حصولا شقاقات أو انهيارات في صفوفه أو اندلاع اقتتال داخلي للاستحواذ على المناصب نظرا لوجود إشكالات وخلافات واسعة داخل صفوف داعش دعا تنظيم داعش الإرهابي أنصاره إلى الرد على الوسوم أو الهاشتاغ التي أطلقها المغاردون في تويتر العربي بعد هزيمة التنظيم في الموصل والرقة ونشر موقع تيرر مونيتر المتخصص في أخبار الجماعات المتطرفة نشر دعوة وجهها داعش إلى أنصاره بعد هزيمته في الموصل دعا فيها أتباعه إلى الرد على وسمي وسقطت دولة الخرافة ووسم نهاية داعش تفاصيل أوفا في سياق تقرير تالي في ظل التراجع الكبير الذي شهده تنظيم داعش الإرهابي في العراق والسوريا وبعد الهزيمة الساحقة التي حلت به ها هو الآن يلجأ للدولة الافتراضية في محاولة منه للبحث عن انتصار حتى ولو كان ألكتروني التنظيم الإرهابي المتطرف دعا أنصاره إلى الرد على الوسوم أو الهاشتاغ التي أطلقها المغردون في تويتر العربي بعد هزيمة التنظيم في الموصل أكبر معاقلها التي أعلن فيها خلافته المزعومة قبل سنوات وتأتي دعوة داعش هذه بعد معارك عنيفة في الموصل قادها الجيش العراقي بدعم من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب والتي أدت إلى دحر التنظيم من مدينة الموصل بعد هروب قياداته وأنباء عن مقتل زعيمه أبو بكرين البغدادي ونشر موقع تيرور مونيتور المتخصد في أخبار الجماعات المتطرفة دعوة وجهها داعش إلى أنصاره بعد هزيمته في الموصل حيث دعا التنظيم واتباعه إلى الرد على وسمي وسقطت دولة الخرافة ووسم نهاية داعش وبحسب خبراء يسعى تنظيم داعش إلى اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليكرس وجودا ودولة افتراضية بعد الهزيمة التي مني بها ولإهام أتباعه أنه لا يزال موجودا على الأرض في وقت تسعى فيه دول عدة إلى محاربة المحتوى المتطرف جاء ذلك بعد سابعة من بث التنظيم الإرهابي رسالة صوتية يائسة إلى أتباعه يدعون فيها إلى الثبات بعد سلسلة من الهزائم التي مني بها في العراق وسوريا وفي بقية معاقله في ليبيا واليمن والصومال والتونس رسالة داعش اليائسة كانت بصوت إبي الحسن المهاجر والتي أشارت إلى الفلبين حيث يخوض التنظيم الإرهابي معارك في مدينة مراوي ضد القوات الحكومية فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل الجيش الليبي يقترب من حسم معركة تحرير بنغازي أهلا بكم من جديد سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على قرية كسرة محمد علي جنوب مدينة الرقة شمال سوريا كما سيطرت على سوق الهال بعد مواجهات عنيفة مع أفراد تنظيم داعش أسفرت عن قتل العشرات منهم وضيقت قوات سوريا الديمقراطية الخناقة خلال الأشهر الأخيرة على معقل داعش في شمال سوريا ودخلت شرق المدينة وغربها للمرة الأولى الشهر الفائت هذا ونشرت قوات سوريا الديمقراطية نحو ألف مقاتل إضافي على خطوط الجبهة في مدينة الرقة شمال سوريا بهدف مساندة الحملة العسكرية ضد داعش قيادات في قوات سوريا الديمقراطية أكدت أن هذه التعزيزات هدفها الإسراع في عملية تحرير المدينة وتضييق الخناق أكثر على التنظيم الذي بات محاصرا من جميع الجهات أعلنت فصائل من الجيش السوري الحر إحباط أكثر من محاولة اقتحام وتقدم لقوات الأسد في الغوطة الشرقية بريف دمشق خلال أسبوعين وأضافت الفصائل أن قوات النظام تكبذت خسائر بشرية وعسكرية كبيرة في مناطق بشرق حي جوبر في العاصمة دمشق صعدت قوات الأسد من قصفها على معظم مناطق خفض التصعيد بما في ذلك استهداف معبر حدودي مع الأردن بالصواريخ قبل اجتماع أستانة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين يأتي ذلك فيما وجهت المعارضة السورية اتهامات جديدة إلى نظام الأسد باستخدام غازل كلور ضد مقاتليها أثناء معارك تخوضها في شرق دمشق التفاصيل في تقرير التالي عشرات حالات الاختناق في الصفوف المدنيين والمقاتلين يسقطون للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة بعد أن عود نظام الأسد قصف الغوطة الشرقية بغازل كلور السام مستهدفا مدينة زملكة قصف تقول المعارضة السورية أنه يأتي انتقاما للخسائر التي تكبدتها قوات الأسد خلال إحباط مقاتلي فيلق الرحمن لمحاولة اقتحام بلدة زملكة ومحاصرة حي جوبر شرق العاصمة دمشق كما تأتي هذه الاتهامات بعد مرور شهرين على مجزرة كيموية ارتكبت في بلدة خانشيخون في محافظة إدلب والذي راح ضحيتها العشرات التصعيد جاء قبل أيام من اجتماع أستان بين روسيا وتركيا وإيران وممثلية النظام والمعارضة لبحث تنفيذ اتفاق خفض التصعيد الذي يشمل إدلب ودرعا وغوطة دمشق وريف حمس الاجتماع سبقته تصريحات من كزاخستان التي قالت إنهالات وإرسال قواتها إلى سوريا دون قرار دولي وضمانات مشيرة إلى أن مسالة ضمان سلامة وفعالية المناطق الأربعة التي تشملها مذكرة مناطق تخفيف التصعيد في سوريا حاليا تدخل في اختصاص البلدان الضامنة لعملية أستانة والتي ستبحث هذا الأمر بالإضافة إلى قضايا أخرى في اجتماعها المقبل من بينها مخطط للدول الضامنة للتصويت في اجتماعها للمصادقة على أحكام إطلاق صراح المعتقلين وتسليم الجثث لذويها والبحث عن المفقودين ووفقا للخارجية الكزاخستانية فإن الشرط الحاسم للنظر في إمكانية إرسال قوات لحفظ السلام إلى أي بقعة ساخنة في العالم هو توفر قرارات بهذا الخصوص صادر عن مجلس الأمن الدولي وتحت ولايته أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر الاستجابة لطلب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتمديد المهلة الممنوحة لقطر 48 ساعة وقال بيان مشترك لدول الأربع إن الاستجابة لطلب أمير الكويت جاءت بسبب تأكيد الحكومة القطرية أنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالب الموجهة لها اليوم يعقد وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر اجتماعا في القاهرة الأربعاء المقبل لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر التي أعلنت أنها ستسلم ردها على قائمة المطالب للكويت اليوم وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية أن الوزراء سيبحثون في اجتماعهم الخطوات المقبلة في التعامل مع قطر أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن المهلة الممنوحة لقطر إذا انتهت من دون رد فلن تحدث بعدها ضجة كبرى بل تصاعد تدريجي في الضغوط الاقتصادية وتوقع الوزير الإماراتي أن يكون للولايات المتحدة والدول الأوروبية دور في أي اتفاق مستقبلي مع الدوحة بشأن تمويل الإرهابيين وإيوائهم والتحريض على الإرهاب وتقديم دعم سياسي للإرهابيين ولفت قرقاش إلى أن مراقبين سوف يتحققون من أن قطر تعمل على ضمان عدم وصول الأموال إلى الإرهابيين واتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص المصنفين كإرهابيين ويعيشون في قطر وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر وزارة المالية بصرف أربعمائة مليون ريال يمني لمحافظات إقليم عدن وذلك لمواجهة وباء الكوليرا ومعالجة أسبابه وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تسخير كل الجهود للقضاء على الوباء مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية قدمت كل الدعم والإمكانيات اللازمة للسلطات المحلية وذلك لتهيئة المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الاحتياجات الطبية اللازمة للمرضى أعلنت الشرطة الأفغانية أن غارة انشنتها طائرة أمريكية بدون طيار قتلت أربعة من مسلحي داعش بينهم قياديان في منطقة وتابور بإقليم كونار شرق البلاد ولم يعلق تنظيم داعش حتى الآن على الهجوم الذي جاء بعد غارة تم شنها يوم الجمعة الماضي بطائرة بدون طيار أدت إلى قتل ستة من مقاتليه بمن فيهم قائد رئيسي في منطقة كاليل في منوجي تستعد القوات الخاصة الليبية ووحدات الجيش لحسم معركة بنغازي في آخر معقل الإرهاب والتطرف بعدما تمكن الجيش الليبي من دخول ميناء بنغازي البحري وسط المدينة بشرق البلاد للمرة الأولى بعد أكثر من ثلاثة أشهر من القتال وهو ما يبشر بأن تحرير المدينة بات وشيكاً هذه أولى الصورة الحصرية التي وصلتنا من بنغازي لعملية تحرير بعض الجيوب من سيطرة داعش لا صوت يعل هنا على صوت الرشاش تقدم كبير أحرزته القوات الليبية منذ بداية معركة تحرير المدينة نرافق الجيش داخل هذه الأزقة الضيقة أين تنتشر قنص الدعش وتحاول إعاقة تقدم الجيش في المناطق المتبقية معارك حمية الوطيس وجرحة صفوف الجيش الليبي لكن في المقابل تقدم كبير وطرد فلول داعش وتضيق الحصر عليهم هنا لما خشينا الميدان سوبرحوت وأول ما اقتحمنا تركينة المصرف وخشينا السرقسيوني تم العثور للمكانهم كانوا مجمازين في المصرف عرفته كانوا ضيبوا في شيء ويأكلوا مهم خشينا عليهم فجأة نحن عرفته خشينا عليهم فجأة شنو تنظيم الدولة ولا الدبر تراجع للخلف لاند مصرف لاند منطقة سيخ ريبيش وتراجع عند الصابر يسوق الدهب نوضع ميداني بصفة عامة أمور تمام والمحمد وإن شاء الله برك مجيز جمعة النصر جمعة جيز جمعة النصر وهذه كان يصالوا فيها ساحة المحكمة نحن برك إن شاء الله جمعة جيز نحن برك نصالوا فيها نحن أيام قليلة تفصلون على موعد تحرير المدينة خاصة إذا استمر الجيش الليبي في تقدمه ومحاصلة تجمعات المتطرفين في منطقة الصابر والليث والهواري التي هي حاليا تحت مرمانيران مقاتلات الجيش الوطني الليبي في لقاء مع أخبار الآن قال المكلف بالبحث العلمي في دار الحديث بالرباط عبد الحميد عشاق أن المغرب يسلك مقاربة أمنية شاملة في حربه على الإرهاب وتشمل تصحيح المفاهيم وترسيخ الفكر الوسطي كما أشهد بالجهود الأمنية التي تبدلها المؤسسات الأمنية في سبيل القضاء على رؤوس التنظيمات الإرهابية في المنطقة الواقع كما في دراسة نشرت مؤخرا أن هؤلاء الناس إنما يستعملون خطاب الدين ويستعملون المقدمات الدينية ولبوس الدين من أجل الوصول إلى أغراض سياسية أو تتعلق بالنفوذ بالنسبة لمكافحة الإرهاب في المملكة المغربية المغرب يسلك مقاربة شاملة متكاملة الأبعاد على المستوى الفكري على المستوى الديني على المستوى الإعلامي على المستوى السياسي الأمني نسمع في كثير من الأحيان تفكيك الخلايا النائمة والوصول والسباق إلى رؤوس هذه الخلايا لأن كما تفضلتم القبض على الرأس والإجهاز على الرأس هو إجهاز على السيستم بكامله فالمغرب يسلك مقاربة منذ سنوات مقاربة شاملة ومتكاملة الأبعاد ولكن الشيء الرئيس في هذه المقاربة هو تربية الناس وتصحيح المفاهيم وبرمجة العقول على المفاهيم الصحيحة والمنطلقات السليمة أصيب ثمانية أشخاص في حادث إطلاق نار قبالة مسجد في مدينة آفينيون فرنسية وقال الشهود إن رجلين أطلقان نار على حشد من الناس خارج المسجد غير أن الشرطة استبعدت احتمال أن يكون الدافع وراء الحادث إرهابيا قررت السلطات الأمريكية رفع الحظر عن الأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات بين أبوظبي والولايات المتحدة بعد المراجعة المتعمقة والتحقق من إجراءات السفر الأمنية ومع بدء سريان القرار بأثر فوري يسمح رفع القيود للمسافرين إلى الولايات المتحدة باستحاب كافة أجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرة فاصل قصير ونواصل نشطنا إبقوا معنا أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا مع صحيفة النهار اللبنانية التي عنوانت سامسونج تؤكد إطلاق النسخة المعدلة من جالكسي نوت 7 أكدت شركة سامسونج الكورية الجنوبية أنها ستعرض النسخة المعدلة من الهاتف الدقي جالكسي نوت 7 للبيع هذا الأسبوع بعد الإحراج الذي تسبب به سحب كل الهواتف من هذا الطراز من العالم العام الماضي بسبب مخاطر انفجار البطارية وقالت سامسونج أن الهواتف المعدلة المصنوعة من أجهزة نوت 7 مجهزة ببطارية جديدة صحيفة الوسط البحرينية عنوانت سوني تعلن عن نهاية بلاي ستيشن 3 أعلنت الشركة اليابانية سوني رسميا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن وقف تصنيع منصتها المنزلية للألعاب بلاي ستيشن 3 وكانت بلاي ستيشن 3 واحدة من أنجح منصات سوني التي أطلقتها في أواخر العام 2006 وتستعد الشركة لإصدار النسخة الخامسة من هذه المنصة ربما السنة القادمة إلى صحيفة الغد الأردنية التي عنوانت قريبا يمكنك شحن هاتفك أربع مرات فقط في العام سيتمكن مستخدمي الهواتف الذكية من تقليص عدد مرات إعادة شحن بطارياتها بنسبة خيالية حيث قد لا يحتاجون إلى شحنها إلا أربع مرات فقط طوال العام تقارير إخبارية أكدت أنه تم مؤخرا ابتكار مادة جديدة يمكن استخدامها في صناعة بطاريات الهواتف ستسهم في تمديد عمر البطارية كما لم يحدث من قبل صحيفة اليوم السابع المصرية عنوانات واتساب تضيف ميزة الوضع الليلي لتحسين جودة الصور في الإضاءة المنخفضة كشف تقرير جديد أن خدمة التراسل الفوري تستعد لتوفير ميزة جديدة لمستخدميها وهي الوضع الليلي نايت مود الميزة الجديدة تعمل مع واجهة المستخدم للكاميرا لتعزيز جودة الصور التي التقطت في ظروف إضاءة منخفضة وإلى صحيفة القبس الكويتية التي عنوانت أول مسعظ في العالم يعمل بالدفع المغناطيسي تمكن خبراء من تصميم مصعد مميز قد يغير مفاهيم استخدام المصاعد في العالم وحول الفكرة الجديدة قال الخبراء أن المصعد الفريد يعتمد نظام الحركة الأفقية والعمودية وصمم خصيصا ليعمل دون كوابل بالاعتماد على منظومة مغناطيسية خاصة تشبه تلك التي تحرك القطارات المغناطيسية أفادت دراسة إيطالية حديثة أن تناول الكاكاو أو أحد منتجاته وهي الشوكولاتة بشكل منتظم يمكن أن يحسن الأداء المعرفي والإدراكي ويقوي الذاكرة خاصة لدى كبار السن التزييد الشوكولاتة من حجم الدم الواصل إلى الدماغ وهو أمر ضروري للوقاية من أمراض الدماغ المرتبطة بتقدم السن وعلى رأسها ألزهايمر كشفت دراسة علمية حديثة أن السمنة تؤدي إلى زيادة معدلات البقاء على قيد الحياة بعد الأزمة القلبية ووجد الباحثون أن المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة وعانوا من أزمة قلبية كبيرة كانوا أكثر عرضة للبقاء على قيد الحياة بمعدل 30% بعد ثلاث سنوات من الإصابة وكانوا أكثر عرضة للتعافي بشكل أسرع وقضاء وقت أقل في المستشفى قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين قوات الرد العراقية تنهي مهامها بتحرير حي الشفاء في الشطر الأيمن من الموصل قوات سوريا الديمقراطية تدخل الرقة للمرة الأولى من جهة الجنوب الدول الأربع توافق على طلب الكويت وتمهل قطر 48 ساعة وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة